الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات في بيان عبر صفحته على الفيسبوك كشف عن قبول 68 ملف لتعويض المؤسسات المصغرة المتعثرة بقيمة 94 مليار سنتيم وتأجيل 428 ملف باعتبار المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرق أند عن طريق إعادة جدولة ديونها ومنحها مخططات أعباء لإعادة بعض نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضات ومشيرا إلى أنه تم تسوية وضعية خمس ملفات نهائيا لأصحاب المؤسسات المصغرة عن طريق تزديد ديونهم لدى البنوك والوكالة بالمقابل تم إعادة أربع ملفات إلى البنوك لعدم استباقها شروط التعويض وذكر الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة أن عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة والتي تمت دراسة ملفاتها خلال الجلسات السادسة عشر تصل إلى سبعة ألاف وتسعمائة وسبعين ملفا ترجمة نانسي قنقر